اشتركوا في القناة متعددة ابتداء من العام 1992 مثل الحزب بمؤتمرات عديدة انتخب عضو باللجنة المركزية للحزب لأول مرة عام 1998 عين مدير لإذاعة صوتفان اتابع لحزب الطاشناق بـ 22 عام 2009 ولا يزيل مديرة حتى تاريخه انتخب نائب للأمين العام لحزب الطاشناق بشباط 2015 واليوم هو وزير السياحة أفاديس جيدانيا موسيقى 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 لأن بتمثل صورة لبنان نعرف بعفويته وصراحته واللي بعض الأحيان أثرت له البلبلة معالي الوزير أهلا وسهلا فيك معنا اليوم حتى اسمك أثرت لك بلبلة أفديسكي دانيان صح ممتاز بلشنا بداية ممتازة حتى اسمك ببعض المحلات كان عم بيثيرها البلبلة كل حدا بيقل لك اسم معين مضبوط بس مانا مش عملت لي عقدة لحصن الحظ صح هو اسم على لقب على اسم مركب بالهوية الاسم بالأساس أفديسكي دانيان بالهوية محلل في واو وتصغير الاسم أو اسم الحركة مثل ما أنا بقول أفو لأنه كل الناس يعرفون أفو أحلى الشيء بس اليوم نحن أقول لك للا فيك تقولي لأفو مرتاح أكتر وبرد بصراحة أكتر على أفو أقصد يالله يعني حكيني دغري اليوم مع عليك بتحس حالك اليوم أنت بوزارة السياحة هذه الوزارة اللي بقتلك ولا بتحس حالك لو حطوك بوزارة تانية عينوك بوزارة تانية كانت تلبق لك أكتر مثل ما بقوله أنت ممكن تعطي فيها أكتر خليني أقول الصراحة أنا أول ما صار في تفكير باسمي ممكن انطرح تأعمل وزير بهالحكومة الشيء اللي كان بيعني لي أكتر هي وزارة الشؤون الاجتماعية ليه لأني بتغاطى بالشأن العام وبتغاطى بمشاكل الناس من فترة طويلة هلأ بتحب تسمع هموم الناس؟ بتحب أسمع هموم الناس بحب حل مشاكل الناس لأنه بتحسي بيمكن راحة نفسية كتير كبيرة لما حدا يجي لعندك لأنك مسؤولي بمكانة ما أو مسؤول بمكانة ما يطرح عليك أي مشكلة وانت تقدر تحل هذه المشكلة يعني السعادة النفسية وهيك راحة الضمير بتعطي الواحد أنا أعطول بقول يعني هوا أشياء ما فيك تأيميهم بي ولا مبلغ بي ولا ملك بي ولا شي لأنه مجرد ما ترسمي بسمي على وش حدا جاي عابس يمكان يأسان من موضوع معين هذا إنجاز فعلا ولي بوقت من الأوقات ما فيك تشتري بالمصاري ولا التمني دونك وزارة شؤون الاجتماعية كنت بتعنيلي كتير هلأ بعد خبرة خمس تشور بوزارة السياحة خليني أقول أني جدا مرتاح تشبهني كتير أنا حدا كتير حريك وكتير إيجابي وكتير أكتف وكتير بحب النشاط بحب الحياة بحب الحياة واللبنانية معروفين عنهم بحب الحياة والسياحة بتخليك تحب الحياة أكتر وراكت من عبكرة لعشية بس فيه بالمرحلة اللي أنا فيها بوزارة السياحة اللي عم بيطعطة هو يمكن الاستقرار السياسي والأمني بالبلد وإمكانية أنك تشتغلي فعلا سياحة هذه شغلي جدا أهمي وقلا بتتحولي لوزير عم بشبه حالي أوقات على كترة المهرجانات وعلى كترة حضوري حفلات يعني بشبه حالي مع احترامي التام والكامل للفنانين عنده كذا وصلي بنفس الليلة بيطلع من مسرح بيروح التاني هكي تشبه حالك؟ هكي بيصير قوي طلعنا ويطلع من محل التاني من التاني للتاني للتاني عم تحضر بس اسمت حضور بتوصلي بيتصوروا معيك وخلاص بيفتتحوا أروار بتركتي على المحل التاني لكن بغض النظر عن هذا الموضوع كله السياحة بالنسبة للبنان مورد أساسي السياحة بالنسبة للبنان مفروض يكون تريت مارت براند كتير مهم وأنا كل شيء عم بعمله اليوم عم بقول ما اعتبر حالي سيلزمن عندي بروداكت اسمه لبنان عم تحاول سوقه بالعالم كله سوقه عن جديد وسوقه من عن جديد وسوقه بإمج وبراند كتير متطور طب يوم انت لشو بحاجة خلايا نحكي على أرض الواقع كأنه يعني بين الناس تنحكي لغة الناس أكتر شو بحاجة وزارة السياحة لتتحسن وزارة السياحة بحاجة لشغلتين خليني اقول انه الادارة بوزارة السياحة ممتازة ستنا دا سردوق مدير الالتعام بالسياحة ممتازة وخبرتك كتير كبيرة بس بحاجة ليمكن تطوير بطريقة التفكير بالسياحة يعني انا بعتبر وعم بحكي عن هذا الموضوع السياحة مش انا اجي اشتغل شغل تقليدي اعمر رخص للمطاعم والفنادي واحضر مهرجانات او رخص لمهرجانات او سايم بمهرجانات سياحة مفروض يكون فيه استراتيجية على فترة متوسطة وطويلة تقول انه كيف نحنا منقدر نحول نرجع نحول بلدنا لانه كانت هي منارة الشرق منارة الشرق وسويسرا الشرق وكان الناس يقسطوها من كل الاماكن ضيعنا هذا الوهج بما كان ما بسبب الحرب الاهلية وبعض الحرب وازمت الحديش اليوم لدينا كبير لانه البلدين يلي بمنطقة شرق الاوسط استفادوا بما كان ما من ركودنا السياحي اليوم قدرين نحنا نستفيد من ركودنا السياحي جراء الارهاب والمشاكل يعني عم نحكي مصر مثلا عم نحكي يونان اللي قطعت بما مصر ماشي حالة يعني اذا بدك تطلع منيح شرام الشيف لا تستقبل أعداد كبيرة تستقبل أعداد كبيرة ما بتستقبلهم مثل ما كانت تستقبلهم قبل أزمة التيارة الروسية بمصر يعني بعد الأزمة هونيكي وبعد ما وقفوا الروس يبعتوا أو حذروا رعيهم يروحوا على مصر وعلى شرام الشيف نحنا نحنا لما كنا بالإيستر يعني 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 راح كميات يعني أنا من السفارة عرفت يعني كميات على مصر من العالم أعداد يعني هائل ومن المطار كنا عم نشهد أيها السورة طب ليش هن بدون يوصل لمرحلة يخلوا هالأعداد الهائل التي تجي لعندهم ونحنا ما بنشتغل على هالموضوع مهلي السفرة ما حقلتك لفترة المدية قدية كانت يعني كانت كتير الخيصة قاليني خبريك التالي نحنا راح بحكي عن نفس الفترة عن نفس الفترة اللي عم تحكي عنا بإيستر بإيستر إجعى على لبنان أو بشهر نيسان إجعى على لبنان عدد السواح هي فوق 30% من عدد السواح اللي إجوا سنة الماضي طبعا لأنه فيه الاستقرار السياسي بسبب رئاسي هنه شو اللي استفادوا منه استفادوا منه بإيستقرارهم استفادوا منه بإنه الدولة دعمت كتير اليوم إذا بديك تعملي أي تيار تشارتر تاخد فيها ناس من وين ما بديك على مصر الدولة بمصر ووزارة السياحة بتساهم معك بالشارتر مثل ما بدول تاني نحنا بعد ما توصلنا لهون لأنه نحنا إمكانات تنمية هي الدولة منعرس بالدولة يدعمها يعني نو مش قصة معم تدعم الدولة بميزانية وزارة السياحة وبالهيكلية ما في مكان ملخوز أني أنا ممكن أخذ مبلغ معين أقول أنا عم بدعم التكت بمحل ما مع العلم أنه عندي ميزانية بتقريبا خمسة مليون دولار أشتغل فيهم تسويق للبنان يعني أعلانات للبنان وأنا برأيها وحرامي نحطه هناك إذا بنحطه بمكان تاني بنحطه بتصرف نقدر ندعم التذكرة بمئة دولار على كل تذكرة من دول معينة منجيب من خلاله الناس أكتر أنا مؤمن بالوقت الحاضر أنه الدعاية مهمة كثير أكيد أنا جاي من خلفية إعلامية وبعرف أهميتها بس تقدري تسويق بلدك من خلال إذا بدك ديجيتال ميديا يعني مواقع التواصل الاجتماعي أوفر وقدريت ونحنا ملزمين نسويق بلدنا بطريقة نجيب الناس على لبنان ترجع تشهد نحنا مش كان ظهار نحنا مش بلد في حواجز وعننا مشاكل لأنه هيك صورتنا بره نحنا مش بلد النورس بياكل الطيارة لما ينزل على المطار مش هيك نحنا مش قلت السوشيال ميديا كمان خربت الدنيا كل ما صار شغل صغير بحطوها على السوشيال ميديا ويتشاركوا فيها وما عم يستوعبوا معلي شي يعني تبهوا السوشيال ميديا خطرة صح السوشيال ميديا خطرة وقد قصت النورس خربت الدنيا والأعلام خطر اتنينتهم خطرين أعلام بلبنان متفوق جدا ممتاز جدا لما جيت على السياحة حسيت بأنه ممكن يكونوا مهمين بدعم السياحة لشك بمستوى ما فيك تتصوري وإذا هنه كانوا إيجابيين كانت صورتنا بتتظهر إيجابيا وإذا كانوا سلبيين بتتظهر سلبيا لسوء الحظ في مؤسسات إعلامية بتتصور أنه لازم يكون في عند الخبر اللي مهم وحتى إذا كان سلبي لأنه هيدا بيجيب مشاهدين ما بتفكر أنه هيك عم تحكي هلأ انطلاءة من التجربة اللي قطعت فيها أنت البلبل اللي صارت على الحكي اللي بالعكس أنا البلبل اللي صارت بحترم كل حدا حكي بالموضوع وأخذ موقف سلبي مش أخذ كتير أخذ كتير أخذ كتير يعني ما بيستهر لأنه في حرص على لبنان وأنا بتمنى وإن شاء الله يكون هيدا الحرص جدي بالمكان التاني يمكن عمل لي دعاية من حيث أعلم أو لا أعلم الناس صارت بتعرف هيدا وزير السياحة اللي ترى هيك بالغلط على السياسة أو على الوزارة وعم يشتغل سياحة وما كانوا يعرفوه صاروا يعرفوه ما هو بقوله بالأعلام اللي منيح مثل عاطل أنا ما رحقول أنه الكلام اللي قلته كلام منيح واللي على أساسه عملت دعاية بس اللي عم بقوله ولا هو عاطل لا لا ما هو عاطل أنا رأيي أنا إنسان صادق وأنا عبرت عن عواطفي تجاه بلد أو تجاه دولة بشعور بس لأنك بالأعلام ما فيك تحكي وبالسياسة ما فيك تحكي أنا بشعور وجدانيا يعني أنا خليني حط المثل بالشكل التالي إن شاء الله ما حدا ربنا ما بيجرب حدا إذا عندك أهلك بيك وإمك إذا الوالد توفى من خلال حادث أو حدا أوصوه وتوفى واتي سألوك مين بتفضل إمك أو بيك أكيد ما فيك تعملوا تفاضل بس اللي راح ضحية ظلم بيكون في عندك عاطفي أكبر تجاه هذه العاطفي الحوالة تعبر عنها وفي كتير ناس فهموها وأيدوني فيها وفي كتير ناس ما فهموها لا أنا أعتبروا هذا الجيل الجديد اللي هلأ في فكية هو ما خصه بالأزمة اللي صارت والمجازر أنا بتعرفي خليني أقول كمان شغلة ما بدي كتير ركز عليها بس أنا تصوري أغلبية الناس ما كانت حضرة الحلقة سمعت الخبرية وعلقت على المواقع التواصل الاجتماعي نحن نأخذ الخبرية من الآخر صح ما في المشكل أنا بهم بعد ما أترك وزارة السياحة شو بكون قدمت للبنان والسياحة بلبنان ووقتها يقدروا يقولوا أصاب هالناس يعني ترك بصمي أو ما ترك بصمي طب خلينا نحكي أنا وياك عصيرة المهرجانات والتكريمات اللي عم بتصير ما شايف أنت أن المهرجانات تفوق الحد يعني عم بيصير بكل بلد أكثر من مهرجان ومهرجانات دون المستوى ومع بتاخد الخيص من وزارة السياحة هذا الشي ما بيضرب لنا مهرجاناتنا الكبيرة اللي بتيجي العالم لعننا من شأن هذه المهرجانات يعني لسوق الحظ وزارة السياحة ما عندها سلطة تعطي ترقيص أو ما تعطي تقلق وين دور وزارة السياحة وليه بيكون في هجمة بشهر الهيئة نيسان وقيار على وزارة السياحة وبعدين بحزيران تموز لأن وزارة السياحة مجرد ما إجا حدا وطلب رعايتها ممكن تعطي بكل تي بتخاطر الرعاية بليش ما في مشكل فيها بس الرعاية تلحقها مساهمة مادية لها المهرجان لهالمهرجانات بالأول يعني حسب ما أنا عرفت كان في أربع خمس مهرجانات كبار يصيروا بالبلد مهرجان بيت الدين مهرجان يمكن بعلبك ومهرجان بيبلوس واللي فعلا اليوم بعضهم ملحوظين بميزانية وزارة السياحة على حدا لأنه هوا مهرجانات يمكن بمكان ما رسموا صورة لبنان على عظمتهم وعلى الناس والأشخاص اللبنانيين وغين اللبنانيين لأجوه هلأ صار الترند أنه كل واحد ممكن يقرر يعمل مهرجان بيحب يجي على وزارة السياحة يأخذ الرعاية كتير بنيا ما بيحب ممكن هو يعملها بزنس يعني يجيب ناس ويبيع بطاقات ويربح مصاري هلأ اللي أنا متصوروا بما أنه بالسنوات الأربعة خمسة الماضيين سيئبة ما قدرنا نشتغل على السياحة لأنه كان عندنا مشاكل كان الوضع البلد اقتصادي ومشاكل سياسي مع جوار كان في عندنا خلاف مع عدد من الدول وكانت الحر دائرة بسوريا دونك تركز الشغل على السياحة هي مازالت يعني بس وجود الرئيس خف كتير من المشاكل وحل كتير من اللغاز وجوده قد أنه نحن نتنفس ونشتغل سياحة دونك بالفترة اللي ما كنا نقدر نشتغل فيها سياحة نشغل على شغلي اسم السياحة الريفية السياحة الداخلية واللي بتخلي اللبناني يبرم من ضايع على تانية وهذا اللي خلى شوي شوي فكرة المهرجانات تتطور لأنه تأجيب أنا ناس على ضايعتي مفروض أعمل شي كتير مهم طبعا تعمل خطة لتحدد هالأ أنا إذا بمكان ما رجعت على وزارة السياحة أو كنت أو بقيت وزير السياحة لها فترة بداية سنة 2018 إيه عندي فكرة تقريبا شو عنوان كثير كبير وهذه المهرجانات ممكن يكون 10 أو 15 ويمكن إيجاد سيغة ثانية للمهرجانات الصغيرة عسيري إذا بقيت بوزارة السياحة هل ترجع بتجدد لوزارة السياحة ولا أول شي يجددون لي بالحزب لإستلم حقي بوزارية إن شاء الله إذا الله إذا شاهدوا جهدك وعملك وتركت بصمة بوزارة السياحة يجدد لك حكما إن شاء الله وهذا شي يعود لقيادة الحزب ويعود للأمين العام لأن مؤخرا يقول أن الوزارة التي رأينا في الوزارات تحديدا لا يرى أن يرى وزير يأتي فجأة كأنه من الصفر لا يعرفون المشاهدين والعالم لا يعرفون أنت حضرتك مثل حضرتك لا يعرف حتى أن كنت في العمل السياسي لدي جمالا يأتي بالبراشويت اللي لا يكونوا شغلين أبدا لن أقول أنا هناك كموزير سقطوا لكن حضرتك لك 25 سنة أنا صار لي مارس الحياة الحياة الحزبية من 1985 يعني صار لي تقريبا 32 سنة أكثر من 25 سنة كمان يعني دخلت على صفوف قسم الشباب بحزب التشناك بال85 وبعدين ابتداعا من بداية التسعينات يعني من 96 كنت باللجنة المركزية لحزب التشناك يعني القيادة يعني العليا إذا بدك للحزب وبقيت لفترات طويلة أنا مسؤول عن المكانة الانتخابية للحزب بشتغل بالانتخابات من سنة 92 دونك عندي دكتوراه بالانتخابات إذا بدك صار لي 25 سنة متمرز بهالموضوع متمرز جدا بشتغل شأن عام وبشتغل إذا بدك بكل القطاعات الاجتماعية بالحزب وكنت مسؤول بتنظيم عدة نشاطات بالحزب وشاركته مثلت الحزب خارج لبنان عدة مرات كنت نائب أمين عام حزب التشناك قبل ما كون وزير يعني السياسة بدمك بس نحنا لأنه بالحزب بنشتغل بيكون في حدا أو اتنين هن بمسلوقهم والمجموعة التانية هن عصيرة هالأحزاب يعني اخترت حزب الكتائب على حزب القوات وكمان اخترت حزب تيار المستقبل على حزب الله علما اليوم إذا بدنا شوي نشوف الموضوع من ناحية السياسة أكتر هن حزب الله قلب 8 أزار وحتى أطراف 8 أزار هن مع القوات أكتر من جهة الكتائب هيدا الموضوع كمان من وجدين عاطفي لأنك أصحاب مع بعض الأشخاص بتيار المستقبل والكتائب بالعكس بالعكس هيدا هيدا تألك أنه نحنا طلعنا من الانقسام العمودي في لبنان مع أنه حزب التاشنون خلينا نوضح للمشاهدين هو على تحالف مع 8 أزار أكيد أكيد بس أنا أقول أحدد أنه نحنا طلعنا من الانقسام العمودي في لبنان بين 8 و14 لا بس بعدهم طلعنا صوريا بس بعدهم داخليا لا لا إذا بدك فعليا إذا بدنا نطلع الصور إذا بدنا نطلع فعليا وإذا بدنا نشتغل وطنيا بدنا نطلع منهم هلأ اليوم ممارسة بالحكومة لا بتشوفي فيه تفاهم تام خاصة بين القطبين الأكثر ابتعادا عن الطيار الوطني الحر وطيار المستقبل اليوم فيه تنسيق تام بين رئيسة جمهورية هلأ مؤخرا نحكي عن 5 شهر وأنا نسئلت مؤخرا يعني أنا ما سألوني قبل يعني لو سألوك قبل كنت قلت لا لكن بلبنان فيه مراحل بالحياة السياسية وبالتعاطي السياسي سياسي مثل بمرحلة فيك تكوني بالسياسي لا يوجد عدوات مستمرة ولا يوجد صداقات مستمرة السياسي فيه الوضع الذي أنت موجود فيه يمكنك تنشي فيه لذلك أنا قصد تقول أنه ممكن حدا من 8 أدار يحكي بلغة مختلفة تقول أنه حزب الله حلفائنا وأصدقائنا ولا ممكن نتبع عنهم عندك شيء نعطع حزب الله حتى ما كتنها لا 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 بالعكس بالعكس أنا ما تحبهم ولا تحبهم بحبهم وبؤمن بطريقة شغلهم حزب الله جماعة جماعة بيشتغلوا سبتا خليني أنا أقول الكلمات ما بدي حدا يقول عني الكلمات ساعدك أنت مثل لا 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 مش هيك هذا الموضوع لأنه أثار بلبل أنا أؤمن بطريقة شغلهم لأنه هني بيشتغلوا بطريقة بيدرسوا ملفاتهم بيدرسوا أمورهم ما بيكون في عندهم أي شيء هيك بالصطفة بتمرقي بتعملي وهذا بعرف لما كنت رئيس مصلحة الطلاب بالحزب عم بيحكي من 25 سنة لما نقعد كنا باجتماعات كان يجي شخص يلي بيحكي بالموضوع يلي مفروض يطرح على الطولة مش هيك أنت اللي بيسمني هاليوم طاعة معنا تنطلع نحكي عن هذا الموضوع في طريق التعاطي بيخلي الناس ما تفهم يمكن حزب الله على حقيقة أو ما تفهم طيار المستغل على حقيقته ولا القوات اللبنانية ولا الكتائب الناس بتشوف وإذا بدك بتقيم طريق التعاطي الأفراد بتقيم حسب المسؤول عنه شو بيشوف بالطرف التاني أنا مني هيك أنا في عندي تداول بالسلطة بحزبي أنا في عندي مناقش مناقش لكل موضوع وعلى أساس المناقش بيتخذوا قرارات وتوصيات وبجيب مما كان ينفس على التوصيات مش هيك التعاطي والتقييم والحديث عن أي مؤسسة حزبية أو شخص انطلاءا من قناعتي على ممارسته للشغل مش على أني أنا بحبك وأنتي ما بتحبيني أنت بتسبيني سوري وأنا بجامل فيك لا مش هيك مش على نسيت الأطراف أنا بشوف شو عم بيعملوا وشو عم بيفيدوا وشو عم بيغلطوا وأنا بفضل جمالا بقول يلي بحب عائلته ما بينشر غسلات عائلته الوسخة بالخارج أنا بفضل الشي اللي أنا بدي أقوله للشخص اللي بحبه قل له إيها بيني وبينه لأنه ممكن يصلحها وإذا قلت له إيها بالعلن رح يعمل ردة فعل سلبية طبيعي أنا رح أقول أنه الأجوبي اللي جاوبتون هو هني بالجو السياسي اللي أنا عم مارس فيه عملي كوزير وإذا بدك الحلقة بحد ذات يعني ما كانت حلقة سياسية تحتى أنا نقي أجوبتي وأسئلتي صح صح كيف كنت إلا تنين وبعد في إلا تنين بس أنا معوض أني كون ميز الأبيض من الأسود ما كتير بحب الرمادي دونك أنا بالعشر أسئلة إذا تبعتين في اللي مفروض كون عم أقول نعم أو لا وما في يقول باس أنا بمحل واحد لأنه بولا طريقة من الطرق ممكن يكون مع تركيا أو مع إسرائيل هذا الوحيد اللي جنبته ولأني أنا أخذ عهد أحالي لما أقعد بشغلي مفروض نفذها لأنه بمكان واحد أخذت المبادرة تعطي أجوبة أخذت سؤاله على المك شوف كل الأرمن مثلك ضد تركيا لا مشهد كتير وشود أرمن بي لا 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 اليوم في عنا مجموعة أرمنية ناسية إنه هي عندها مشكلة مع تركيا وفي أرمن بيتعاطفوا مع أرمنيتهم بذكرى 24 نيسان بس في أغلبية سحقة من الأرمن اللي عندهم مشكلة مع النظام التركي نحن ما عنا مشكلة مع الشخص التركي هلأ بتقوليلي أنتو بتاخدوا مواقف ضد المسلسلات التركية فرضا لأنه هيدا بيعطي السقافة أو بفرجينا السقافة التركية اللي أنا مني بحاجة اتعلمها نحن في عنا مشكلة مع المنتوجات التركية نعم أنا ما بدي شجع المنتوجات التركية لأنه ما بدي شجع هذا معا يخلق لك مشاكل مع وزارة السياحة بتركيا أنا جوابت إلت بالدولة اللبنانية وبالوزرات أو الوزراء في وزير بالإنابة لما الوزير بيكون غيب أو وزير ما بيحب يتعاطى بشأن معين في وزراء لحزب الله تعاطوا بوزرات اللهم علاقة بالنبيز وبالما إلى ذلك هذا الملف ما كانوا يتعاطوا فيه كانوا يخلوا المدير العام أو الوزير بالإنابة يتعاطى إذا دعايت لمؤتمر بتركيا ما بلبي ما بتروح ما بلبي إذا الحكومة اللبنانية شايفت أنه ضرور في ضرورة في من بنوب عني ويروح بيمثلني أو بده بنسل موقفك موقف أنا ستنا ما في غير موقفي لأنه أنا جديتي بالتعاطي هو استقامي بالشغل أنا صار لي 25 سنة بحكي عن فكرة معينة اليوم لأني صرت وزير إذا غيرت الأفكار ما بقى حدا بيقدرني ولا حدا بيقبضني جد وأنا ما بدي الكرسي تغيرني أنا بدي غير الكرسي خلينا نقول للمشاهدين معالي الوزير طلب مني أنه ما نحكي كثير عن شخصه كشخص قلت له الحلقة رح تحكي لحالة عن شخصك خلينا راحك شو نطلع بريك مشاهدينا بريك ونرجع لكم عادي لأيكم مشاهدينا مع معالي الوزير آفو حسب مطلب منه وفكرت له بس حلو هيك مختصر أفضل والناس هيك بيعرفوني وبالما نفوت بتعيدات آفو مختصر شو معناته آفو أبيديس معناته بشارة آه بشارة دونك آفو تصغير الاسم بشارة اسم عمو سمى يعني فيك الحالي بني صدق حالي هلأ يا عمي لا صدق حالي ما بقصر لو بس بدك تختار وزارة تاني اليوم وتصلح فيها أي وزارة بتختار صلح فيها أو تترك بصمة فيها لأنه أنت وقعد ببيتك قبل ما تكون وزير التياريت هنا استلم بس هالوزارة وظبط فيها كم شغلة ستنا ليكي تكون قادر أي مقول أنه فيها غض صلح فيها وحط فيها شؤون الاجتماعية صحة هوا أشياء مش رح صلح فيهم هوا أشياء رح حاول أقدر أشتغل فيهم أكتر ولأنه الوزارة اللي تعاقبوا ممتازين والحاليين ممتازين بس أنا يمكن بقول خبرتي بتساعدني أكتر تقدر أشتغل بها الوزارة بشكل أفضل بشكل أكتر بشكل أكتر ويعني تعرفي اللبنانية عندهم عدة أوجاع في كلنا من نق على الدخل وعلى معاشتنا وعلى كذا مثل الوجع الأكبر الكهربة والماء هذي أوجاع ما كتير عم بحس فيهم أنا أنا بحس بالصحة وبحس بالتربية وبحس بالجامعة بحس بقصة المدرسة هوا أشياء بيواجعوا الناس بالصميم إذا قدرتي تفوتي على وزارة وتخففي شوي بتكوني أنجزة لكتير هاي والإشياء اللي بهموني الكهربة والماء كتير مهمين وصديقنا الوزير سيزارة بخليل عم بيقوم فيهم بشكل ممتاز بس أنا بحس ما بقدر أعطي هونيكي مثل ما بعطي بالصحة أو بالشؤون الاجتماعي طب لو بس اليوم معك مبلغ مالي كبير أعطوكي لوزارة السياحة وقالو لك نقي منطقة سياحية منو نضوع لي وحسن فيها وعمل لها براندنج مثل ما أنت عم بتقولي يعني شجع العالم تجع لي أيا منطقة بتنقي أنا بتصور مفروض نقي المناطق اللي يمكن مغبونة عكار ترابلوس هاو مناطق يمكن بحاجة لنهتم فيهم أكتر تالناس يرجع يكون سيلف أستيم تبعهم يعني تقديرهم الذاتي يرجع يرتفع لأنه الناس حسين حالهم مهملين وما حدا يهتم فيهم مناطقنا نحن يمكن الناس تتوقع قول برشحمود بس برشحمود فيها ترابلوس أنا كنت حكيت لأحد الأفراد بترابلوس فيها مناطق كتير حلوة بس نحن كأشخاص حتى اللبنانيين ناخد فكرة عن ترابلوس أنه مركز للإرهاب ما بدنا نطلع لها صح لأنه الإعلام هيك صور ترابلوس حتى عكار يعني ولأنه الإعلام صور ترابلوس أنه ما فيها زفت على الطريق وترابل وما فيها مناطق كتير حلوة وفي مناطق ببعلبك وفي فوق بقع كمان مناطق مهملة هاو المناطق بحاجة يكونوا يمكن باهتماماتنا نحن وأنا بقول إذا ما حدوه علي العكار وترابلوس خلال عهدك أنا برأيي قادر أنا يمكن بس بوجودي ودعمي بلا مهرجاناتهم وإذا بدك نشاطاتهم قادر عم ساعد تقدر أحكي بوزارة السياحة نقدر نساعد هالمناطق ونساهم فيهم ما عندنا إمكانيات أنا في إذا شفت في أي منطق من المناطق إمكانية إنه وجودي أو يمكن عملي هناك بساعد بروح بشتغل وبشتغل هناك بالقبل شوي كنت عم بقول عندي مبلغ بالوزارة تقريبا بخمسة مليون دولار أصرفهم على الدعايات لو الموضوع برجع لي بصرف مليون على السوشيال ميديا وأصرف مليون على هالمناطق وليه لم يجر لأنه ما فيكي لأنه هودي ما فيكي تعمل مشروع مش ما فيكي ما فيكي فيه يمكن فيه بفروض تقدم وغير وأحمل وش قد بس خليني أعطي الفكرة العامة يعني أنا أفضل أصرف مليون على أني أسويق لبنان لأنه بعرف طريقة التسويق بإمكانات متواضعة وأصرف مليون لنشاطات بالمناطق يلي نحنا محرومين فينا نعتبرون وثلاث مليون حطهم بوزارة الصحة أو الشؤون الاجتماعية حكم فيهم ناس طب فيهم ناس أو خفف من وجه ناس عندهم أوجاع كبيرة من أنه حطهم طيب لماذا بتطلق هالمشروع هذا المشروع يمكن أول مرة بحكي عندي وهذا المشروع موجود جديا عندي وعم فكر مش عم فكر عم شوف الطرق العملية أو الالي يلي فيه من خلالهم اطرح هذا الموضوع وأطلع فيه وقالهم أنا ممكن اكتفي بهذا المبلغ وخلي المبلغ التاني نخلي الناس تستفيد فيه لأنه فعلا بحاجة نشجع السياحة ونرجع عن ردة بس فيه طرق تانية فينا من خلالها من دون ما نصف هالمبلغ نخلي السياحة تتشجع وندوع المناطق وندوع المناطق يلي فيها حرمين ونساعد الناس تحيي لأنا ترابوس وعكار اليوم مني ون ولبقى كمان ولبقى يعني التحيي لكل المناطق يلي هنه منسية وخارج العاصمة أو خارج إذا بدك الساحل المتن أو يمكن ببيروت كمان معا بحاجة كل المناطق يلي مفروض نحن نحييهم لأنه هنه مكفيين مستمرين بجهودهم ويمكن كل يوم عم بيصارعوا المشاكل تحتى يبقوا مكفيين وموجودين لو بس اليوم انت مواطن عادي قاعد ببيتك وبدك تمتقد وزارة السياحة انت قاد واحد شو بتقول كترة مهرجانيتا اليوم لو بس بدك تحزوف صفحة من هلا العهد السياسي اللي عندك انت بس خمسة شهر من الوزارة شو بتحزوف صفحة من الوزارة صفحة بس واحدة قطعت بنهار بجمعة ما بتدون الصفحات العقورة نهار اللي زعجت فيا اي انسان بالوزارة هلا ما بتذكر بس اذا زعج زعج حدا زعج حدا ما بيخلل امر فيه ناس بتكون مزعوجة فيه ناس بتكون طالبة معايد وانا ما قدرت لبيها بتكون من زعجة اي صفحة او اي نهار زعجت فيا حدا فضل امحي الصفحة لانه فضل كون مسالم لانه الوظيفة الوزارية والنيابية بتلزمك تكون ايجابية ومساهمة بلوماسية او اوضح يعني يعني مشان ما تكون لانه تعرف انت حضرتك جاية من بيس اعلامي يعني حضرتك رئيس محطد بان مدير ازاعة صح مدير ازاعة صح ولازلت يعني ومحافظة على هذا الشيء وما بتتنازل عنه مثل لا عبدالن شو بدي ارجع اشتغل بعدين بدي ارجع على الازاعة بدي ارجع انت تواضعك لدرجة انه بتحكي انه انت ما معك مصاري كتير يعني عندك يا عادة مش ما معي مصاري كتير ما معي مصاري بالمرة مش حصت ما معي مصاري بالمرة كمان لا انا زلمي بيعيش يومي وبيشتغل وحد كتر خير الله مدامتي بتشتغل وكيفين حالنا بحالنا وولادنا كبروا وتخرجوا وعم بتخرجوا لا بحب الايزاعة ما ناوي تظهر من الوزارة بسلات يعني لا مش قادر ما ما هجي بش هلوج ما بطلع ما بطلع بس تاخد محلي اليوم الاول مرة ها تصير بعيد الحلقة بما انه حضرتك اكيد عندك بيس اعلامي متل ما عمل لك بديك تفرج المشاهدين اللي هون واللي بالعالم العربي واللي بره بيحضرونا وجهة جديدة للسياحة باللبنان شو بتقلهم تفضل وجهة جديدة يعني يعني بك تخبرهم عن لبنان تفضل بس المشلي اذا عجبتني القعدة هون رح اطلب بأنه ببقى هون لا فعلا اذا بدنا نحكي عن لبنان بدنا نحكي للمشاهدين اي اي بدنا نحكي لبنان يلي فيه 4-5 ميزات ما ممكن نلاقيهم بأي بلد تاني يمكن مناخ لبنان من افضل ما يمكن ان يكون سيفا شتاقا جغرافية لبنان بس اهم شي بلبنان هن اللبنانية يلي بيعرفوا كيف يتعاطوا مع السيح وبيعرفوا كيف يحلوا اقل مشكل انا كنت موجود بمكان اتعرفت على شخصية بالسياحة مرموقة كتير بالدول العربية قال لي في عندكم جملة منا موجودة بأي بلد بالعالم قلت له شو هي قال لي بالاحرى حرف قال لي كلمة مندبرها هايدي شغلة لبنانية بحث اي شي بتطلبه من اي لبناني بأي بحلل لكيها فندقنا ومطعمنا بعقده واهم شي نحنا بنعرف كيف نهتم بزورنا نحنا جماعة مضيغفين لدرجة ونحنا عنا بلد عنده مقومات يمكن عنده مشاكل بالبنى التحتية لكن مقوماتنا السياحية ممتازة انا بتصور قليل من لقي بلد فيكي فيه سيف وشتي بنفس الوقت يعني متل ما بنحكي عطول بنعمل سكي ومننجر على البحر وبعدين تعرفت على بلدان فيهم اربع فصول بنفس الوقت بس ما ممكن نقارن لبنان بأي بلد تاني هو فعلا لقلقه وانا بقدر كل لبناني بيؤمن بهذا البلد لانه ايماننا ممكن يعطينا الكتير وخليني اقول شغلي وسك انا رح قول انه اذا بدنا الاغتراب اللبناني يساعد لبنان بما كان ما بدنا من كل مغترب يزور لبنان مرة بالسنة ونحن ما منكون بحاجة لأي سيح مع حاجتنا الكبيرة بس ممكن نحن عمنا كتير ببلاد الاغتراب برازيل استراليا كلهم بيتابعونا صح وانا حبيت هذا المحل خليني انزل انا ويك على الشارع نشوف شو قالهم نزع عنك صراحة لازم يشتغل اكتر عالبلد ليكونوا مبسطين سيحين اللي بدو ييجع عالبلان لانه في كتير قصص بعد ما من عمريت ولازم ترامل وزير السياحة يعني شو بدي انا غطب قطبان على كل الوزراء لانه ما عم بيجي وزير ويثبت وجوده وبلدنا راح ودعام بلدنا وعنبولة بالفم الملئان واليسمع ومن له اذنين فليسمع نحن السياحة بأعظم بلد في الدول العربية وحتى الدول غير العربية هو لبنان وين كنا وين صرنا يلا ان شاء الله يكون صيفية منيحة وكلية يجينا ناس ومهرجانات وسلم دييته عاصله متعينه ولا ابا ضاي وقدمي وكل السفات الحلوية فيه وقال الله يقويه منعطرد علي لأنه أرمينيا قبل لبنان هاي دا هاي منعطرد علي غرشي أيدام الزلمي وكل شي منيح بس قلقلت فيها الغلطة يقول أرمينيا وليبنان مثل بعض وماشي الحال بس أرمينيا قبل بعضين لبنان مش مظبوطة منو حد هالعنية بعمنا فرجينا شي الصيفية شو هي يعني إذا كان عم يشتغل بس جيب لنا سواح أو بس جيب لنا نحن كشوفيرية هايك ناطرين ناطرين يوجو منبرر جمالا كل إنسان بشتغل يعني منيح إذا بيشتغل مظبوط يعني بيجانل مش منيح بس أوه روعة كتير كتير منيح وعد ما فيها عمل نشاطات حلوة الألمان كلهم نشاطات كلهم حيوية شو رأيك بوزير السياحة لحد هلأ منيح وزير السياحة يعني ما حسنا في كتير بس هقتوا جديد على الكار مثل ما بقولوا يلا إن شاء الله خير ناطرين منو هالصيف سوا إنو في سياح عم بيجو سياحين على لبنان وراحنا نعدي كل مرة على داونتاون شفنا كتير سياحين من البلد العربية وهيك إنو حلو حلو نشوف هيك بالصيفية كمان شو رأيك بللي سمعتو هيدا النسيج اللبناني ممتاز بالاختلاط كله 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 يعني ما في حدا أنا برأيي حكي غلط كل واحد حكي قناعتو وجهت نظر وكل واحد حكي شو شايف وأنا مبسوط بيجو حكي لأنه لو كلهم حكيوا عني بالعاطل كنت رح بدية لو كلهم حكيوا عني بالمنيع كنت رح أقول مفبركة بس هيدا شغلة كل واحد رأيه بصراحة ما نحنا منخط الريبورتاج مطلق مهوي وإذا بدك يعني بالخمسة شور بده الواحد يشتغل كتير تلك ناس تعرف عن جد تقيم الصح من الغلاط وإن شاء الله هلأ بعد بس بالخمسة شور منيح يعني بس تعرف على القليل ما قالوا ماشي الحال ماشي الحال خليها تريد مارك لألي هاي دي ما رح تزعجني كتير عم تروح كتير على أرمينيا كنت روح تلات مرات بالسنة هلأ بعد مصر لبس ايه محب تروح على أرمينيا بتحب تروح على العالم عندي أهل هونيكي وعندي خي عيش يلا لازم تشجع السياحة بين أرمينيا واللبنان هلأ هي مننا لحالة ماشي لحسن الحظ وهلأ صار في أكتر من شركة كانت المدليس لوحدة بتاخد وتجيب هلأ صار فيه شركة تانية أرمينية الخط بيروت ياريفان وأسعار التذاكر صارت مقبولة أكتر وبتأمل تكون في سياحة بالاتجاه هنا وخاصة نحن نحكي عن السياحة الدينية أرمينيا ممكن تحب تعمل هيكي معاهدة بين بعض أو شيء اتفاقية تتشجع أكتر أي بلد في بلدين عم فكر فيهم هن السين وروسية إمكانيات لسواحهم وقدرة شرائية كتير كبيرة لسوق الحظ بالبلدين نحن بعدنا مش معروفين لحص نلحظ عم بقدر نشتغل معهم مع الصين ومع الروسية تنقدر نسوي لبنان كوجهة سياحية لألون وأي بتمنى لأنه مثلا الصين عندهم 120 مليون سياح بالسنة يظهروا من الصين إذا أجوا على لبنان بيخربوها يعني نحنا ما بدنا هيهم كلهم بدنا أصل منهم روسية في 150 مليون روسي وفي عدد كتير كبير منهم يعاموا سياحة وعندهم إدراء شرائية كتير كبيرة وبنسبهم يجوا على بلد صيفي يعني من البلد عدهم كتير وبيننا وبين روسية في خط طيران مباشر وما في كتير يعني 4-4 ساعة وشوي بيكونوا هون بين صين ولبنان في اتفاقية سياحية بمكان ما والصين كدولة مع ترفي أو مع تبرى لبنان بلد ممكن يروحوا على يد صينيين دونك عم بيشتغل على هود لأنه هوا غير كل السواح اللي كانوا يجوا على لبنان أكيد يلا على أمل تمشي هايبشي هالموضوع أكيد خلنا طلعنا وياك بريك مع أنه على فكرة بيلبق لك تكون موزيع والله خي إذا هيك تشتروني من الإزاع عم بيجي بلاقي يشتغل عندكم تتعطينا بريك بريك ومنرجع مختصر مفيد عودي لألكم مشاهدينا ولفكرة قصة قصة معليك مع مين عندك قصة اليوم مع السياحة هالأد قصتك قصة مع السياحة قصة إيجابية مع السياحة أكيد رح تترك بصمة كبيرة فيها بس قصة مع شخص معين اليوم لا أحد لا أحد لا أحد اسم الله متعاون ومنفتح مع الجميع يعني هايك معه لا عدوات لا جمالا ما بيفيدوا العدوات يعني مسالم هالأد ماني مسالم بس لما بدك تشتغلي شأن عام ولما بدك تشتغلي خاصة بالسياحة مفروض هيدا الشي واضح يعني ما بده تنين يحكي خلينا نستقبل لنشوف مي جاي لعننا اليوم يلا تفضل أستاذ بيير الأشقر أهلا وسهلا فيك معنا اليوم حضرتك رئيس اتحاد النقابات السياحية ورئيس بلدية برمينا يعني كل شي خاصوا بالسياحة اليوم صح شو علاقتك وأستاذنا بالسياحة خلينا نبلش من هنا لا شك نعم شو علاقتك بالوزير بداية قدي سنك تعرفوا للوزير من وقت معامل الوزير آه قبل ما كنت تعرفوا لا طيب خبرنا عن علاقتك القصيرة هي قدي سنك ست سبعة شهور ست ست شهور يعني شوف نحنا من فترة طويلة مرأ علينا سبعة اثمان وزراء أكيد بالمبدأ العام هس هو من الوزراء الأهضاء مش بس قصة مهدوم قصة أول شي متواضع جدا إجابة وكل المواضيع يلي طرحناها سمع لنا فيها ارجعنا اجتمعنا فيه عدة مرات حتى في مطرح من المطارح سفرنا سوا حتى نقدر نحلل الإيجابيات اللي كلها يتلعنا خلينا نحكي شوي على المكشوف اليوم شو الموضوع اللي طرحته لمعالي الوزير كنت قبل طرحته على وزراء السياحة وما تجاوبوا معك بس حضرتوا تجاوب معك شوفي ما بدي فوت بهالزروبه هاي أنا اللي عم بقول أنا اللي عم بقول إنه ما الناس بحاجة تسمع هذا الشيء كثير من الوزرات كثير من الوزراء كانوا كثير منيح بس كل واحد بيبقى عنده أوقات أجندة اللي هو فاليوم سأب إنه هالشخص اللي موجود قل لك أنا لا عندي عداوة ولا عندي أجندة شخصية ولا حتى أجندة حزبية يعني ما شفنا نحنا تعاطي أخذنا الجواب اللي بدنا بطريقة عرفت كيف إنه ما عنده أجندة اللي هو ولا حزبه عطي أجندة ينفذها بالسياحة ما شفنا حدا عرفت كيف مهيمن شوي صغيري على الوزارة أو على أو واسطة تقدر تفوت لعنده من خلال الحزب أو من خلال حدا هذا موضوع عرفت كيف بالنسبة لألمنا نحنا أعطيت جواب بطريقة غير مباشرة ومنشكر الحزب التشناك إنه نقوه وهو زلمة إعلامة عرفت كيف كمان نحنا في شق كتير كبير من الموضوع اللي نحنا نتعطى فيه هو الإعلام والإعلان يعني نحنا حابين نعطي صورة أفضل عن لبنان حابين نعمل تواصل مع الداخل ومع الخارج خاصة بطريقة علمية أكتر شوي من مكانة وهذا كنا دايما نطالب فيه نحنا بالمبدأ مثلا كنا نطالب إنه فيه كتير دعيات عم تنحط وبمبالغ يعني بتتعدل مليون دولار دعيات شو أصدك دعيات على التليفزيونات أجنبية يتعدل مبلغ مليون دولار إيه مكتب دعيات شو أكتر شويه كمان فنحنا كنا نجرب نقنا على الوزراء إنه بدل ما نحطها المليون ونحط دعاية خلينا نجيب الناس على لبنان ويتسمعوا لنا ويتفرجوا على لبنان ويشوفوا فعليا حقيقة لبنان لأنه نحنا الصورة يلي موجودة عند الخارج الخارج وحتى عند بعض اللبنانيين يلي هني عايشين بالخارج وحتى المغتربين يعني اليوم الالفين مغترب اللي إجوا على لبنان في قصم كبير منهم مش شايف لبنان صار عندهم دهشة بأنه فعليا هذا هو لبنان فاليوم نحنا على حقيقتنا ما في لا سيح أجنبي لإن كان عربي أو إن كان إنجليزي أو أمريكاني أو سويدي فات على هالبلد ولقي هالعجيبة اللي نحنا عنا إياها وتعلق فيها وفينا نأكد نحنا أنه في كتير من الصفرة تجوزوا لبنانية صح وبقوا باللبنان صح هذا عنوان عن هالموضوع هذا فنحنا صورتنا لازم نقدر نوصلها بطريقة أفضل وهذا مثلا أحد المشاريعي اللي 24-25 الشهر صايرة أي مشروع؟ 150 ترافل أيجنت أو أوبريتور جايين على لبنان بس المذهل من بره من بره فهو اللي بد ما نعطيهم دعاية على CNN وتروح دعان لأنه ما عطيت نتيجة على عشرات سنين على أرض الواقع هون تعطي نتيجة جيبوا لهون خليه تفرج بس الشي المفاجئ كان أنه وقت اللي طلب من الناس تجي على لبنان 67 دولة تسجل 120 130 130 واحد يجوا على لبنان صح يعني هذه من 67 دولة 130 واحد يقرروا أنه نحن عنا رغبة أنه نتعاطى ونشتغل مع لبنان هذا بيبين هيدا بيعطيكم إيجابية أكتر وزخر أكتر للشغل فالموازنة كانت بتسمح أنه نزلناهن للمية وخمسين صح جاي مين مية وخمسين واحد من عدة دول معهم صحافة طبعهم هن حتى يقدروا ينقلوا الصورة الأصح عن لبنان هيدا المشروع هلأ هيدا 24-25 الشهر فهيدا واحد من الإيجابيات يلي نحن ما عملتها قبل ما عملتها قبل على جربناها جربنا جربنا نقنع كانوا يجيبون جروبات صغيرة كان أنه يجي واحد أنه في عندي فلان بنا نجيبه يقول له ويجيبوه بس ما كان فيه مشروع متكامل عن هالموضوع هيدا فهيدا الإيجابيات اللي نحنا عرفت كيف كنا عملنا بس نحن على عهدك مية وخمسين شخص يعني مثل ما كنا عم بيقول البرزيدان متأملين فيهم أنتم لو نحنا عنا أمكانات مادية كنا جبنا ألف ومئة شركة من سبعة وستين بلد نحنا اليوم عم نجيب مية وخمسين شركة من أربعين بلد تقريبا واللي عم بيقوله البرزيدان كتير مهم لأنه هاو رح يجو ويعيشوا معنا نحنا عم نجيب بايرز يعني عم نجيب زبائن عم تتعايا شماعهم على أرض الواقع عم شاء ما عم رشوفوا الصورة باس عم نحطهم حد القطاع الخاص للبناني السياحي لأنه هن القيمين بالسياحة الدولة بمكان ما عم تسهم بعشرة لعشرين بالمئة هن عم بيقوموا بكل شي ما عم بقول لأنه البرزيدان موجود عم بقول بكل حديث اليوم جبنا مية وخمسين شركة قلنا تفضلوا يا مؤسسات السياحية اللبنانية تفقوا معهم واشتغلوا معهم وخليني أقول كمان تعقيبا عكلهم البرزيدان خلال يومين من المتفق ينعمل ألفين ومئتين ووحدة وخمسين لقاء بين المية وخمسين الجيين والخمسين والخمسة وخمسين فنادي وشركات سياحة وصفر وما إلى ذلك العرضين بلبنان لأنه في اجتماع كل عشرين دقيقة الفكرة هو هول كتير كبير طولات وكراسي كل مؤسسة سياحة لبنانية بتستقبل عدد من الشركات اللي بالأساس متفقين على مواعيدهم بين بعضهم يعني إذا على يومين قدر شاف ستين شركة قدر اتفق مع عشرين منهم أو عشرة منهم جاب شغل كتير كبير للبنان ولما أسستوه وهذا اللي يعني بيقول يمكن عنه البرزيدان أنه بمبلغ متواضع جدا بس بشغل من الوزارة والقطاع السياحي أنا عرضت المشروع ليون هم تبنوا المشروع واشتغلني سوا فعلا كان عرضك المشروع المشروع هو لوزارة السياحة والشغل على الخطاع الخاص صح بفتكر رح يترك بصمة كبيرة هيدا المشروع رح يأثر إيجابية يعني دعلك شغلة أهم شيء المتابعة وبتعرفي نحنا هذا دورنا وقت اللي أنا بيقدر حدا يجب لي 150 شخص نحنا علينا نفرجيهم الإيجابيات طبعا مؤسساتنا صح نفرجيهم الخدمات اللي نحنا بنعملها نفرجيهم ونزورهم لبنان بكل أشكاله صح بكل أشكاله لأنه أنت بتعرفي نحنا في شرائح كتير كبيرة من السواح في منها السياحة الثقافية في السياحة الدينية صح في السياحة الطبية في سياحة الأصطياف في السياحة الترفيهية في عدة سياحات يعني بلبنان يلي نحنا عم نشتغلها بشرائح معينة وهلأني النقل التاني كمان يلي نحنا بنبلشنا نشتغل عليها عملنا من جمعة بتصور مؤتمر عن السياحة الطبية صح وهلأني بننواكب هالموضوع هيدا ونشوف كيف بيننا وبين وزارة الصحة ووزارة السياحة بيصور في تعاون حتى تسلم وزارة السياحة الإعلان والإعلام وتسويق هالموضوع هيدا لأنه في لبنان هو كان بالأساس المصدر الأساسي للطب في عالم العربي كلياته نحنا كان عنا حصري عنا حصري ولازال بس اللازال ما بيكفي لأنه في دول كتير حولينا صبح عندهم اختصاص بهالموضوع وعم بيعملوا عمل تسويقي كتير كبير فنحنا بدون عمل تسويقي مش قادرين ما رح تقدروا تضوى على الموضوع أكتر وأكتر يعني أنا يريد فيني أعطيك وقت أكتر بس وقت انتهى والحديث لا يمال معك الله يخلي ومنشد عائدك وهمة قوية إن شاء الله ومع الوزير أكيد يعني لتعطوا انتاجي لها السياحة بهالبلد طول عمرة يسموها سويسرا الشرق يعني نعم بدنا نجع وانتكالنا على معالي وانا عم بتعلم منه بس عم نشتغل صوى هذا أهم شيء أكيد لا شك أنا بدأت شكر حضورك اليوم شكرا للي خليني انتقل أنا وياك هلأ لفكرت اللي بعد ما نحكى في شي بعد ما نحكى أنا وياك اليوم لا بتصور حكينا كل شي إلا إذا في شي أنا مش منتبهها لي وما نحكى لا في قصص بيضل ينحكى فيها ما أخذنا رأيك بالتغيير الانتخاب اللي عم بيصير نيابة أنت مع ولا ضد تغيير شو الأنون أنون الانتخاب أكيد نعرف أي أنون رايحين تنكون مع أو ضد يعني إذا بدك فكرة يعني نحنا صارنا قدي فترة على نفس أنون الانتخاب بس هلأ انطرح فكرة التغيير يعني شو رأيك بالفكرة إذا بدألك أوضح فكرة التغيير وفكرة أن نروح على أنون نسبي أنون تأهيلي أنون مختلط كله بيساعد لأنه مجرد ما عم نطلع عن الانون الأكتري يلي هو مشحف كتير بحق كتير من الناس نحنا عم نروح على تغيير وهيدا التغيير كتير مهم من هالمنطلق أنا مع أي أنون إذا بدك مختلف عن أنون الأكتري مش يما أحكي عن الستين ستين نوع من أنواع أونين الأكتري ومتأمل خير بأنه راح نتوصل بعد عنا شهر بتصور من هالأوأل من شهر بس الإصرار اللي عم شوفه عند كل المسؤولين السياسيين وعند كل الأحزاب والأطراف السياسية بيدل على أنه فعلا رايحين لأنه رايحين على أنون جديد معقول أن شوفك كنائد؟ أكيد لا لأنه أول شي نحنا إذا بدك بالحزب في اليوم عنا نائب حزبي وحيد وإجمالا نحنا لما كان في عنا كتلة من سبت نواب بيكون في عنا حزبي وحيد اليوم عنا الله يطول بعمره وخلي لنا نائب أكوبا كردونيون الأمين العام يلي وينما كنت بقول أنا بفضل موجود بكرسي الوزارة لأنه آمن فيي ساعدك كتير؟ آمن فيي وهو اللي حب إذا بدك يغامر بحدا من الطبقة المتواضعة وحدا من التركيب الحزبية حطه بالوزارة ويتمنى أنه بيض وجه وبيض وجه الحزب والطايفي نقول أنه النائب أكوبا كردونيون بعد عنده كتير يعطيه بالتشريع نحنا مؤمنين فيه ومكفين معه أكيد لا شك بحزب المستقبل اليوم من أكتر صديق لك؟ صراحة يمكن الواحد بيستغرب بس كل وزراء طيار مستقبل أصحابه؟ أصحابي أصحابي أنا تعرفت عليهم بالوزارة شخص واحد يعطينا لهم من كل حزب أكتر واحد بينهم رئيس سعد الحريري ومن كتائب؟ لا أصدقائي اليوم بالوزارة أصدقائي سامي جميل لا أصدقائي سامي جميل سامي جميل في القويت؟ في القويت الوزير بيير أبي عاصي وجاري وزير مرحيم الرياشي يعني جاري بيقعد حدي جارك من؟ بالوزارة؟ بالبابنا بالوزارة كان جيرام بالبنية وجيرام نقود حد بعضنا على طاولة الوزارة أنا رأيك في طأم جديد أو في مجموعة جديدة وصلت على الوزارة ما أصدقائي التواضع بس أصدقائي يمكن طريقة التعاطي مختلفة والمدرسة اللي جايين منا مختلفة وهذا اللي عم بيخلي يكون في فرق بين الطبقة السياسية الوزارية التقليدية اللي هن كتير مهمين وبيعرفوا شغلون ومجموعة شباب جايين يتعرفوا ويلي بعدهم أطول بسمي حالي نحن بالكيدز أريا بطاولة مجلس الوزارة يعني هاوضي الكيدز أريا يلي شوي شوي هلا بيزعلوا غير وزارة؟ لا أنا ويهم متفقين ما حزب ألا مين عندك من النواب؟ خليني يقول أنه الوزير حسين حش حسن أنا بعرفه من أيام ما كان هو مسؤول بالقطاع الطلابي ومشهود يعني طبعا لعمل وبعرفه لأنه أنا درست بكلية العلوم وكاني علم بكلية العلوم بالكامستري وبعرفه من زمان اسم الله عنك كل الأحزاب والطيارات أنت أصحاب معهم معا الوزير أنا بدأت شكر حضورك اليوم مرسي لك بالعكس أنت شخص جدا متواضع وجدا عندك الروح المرحلة الحلوة اللي أضفت لنا إياها اليوم بالحلقة أنت يمكن الحوار معك هين وصل يسمي شناك كل شي عم بيطلع بالصدق وبالقواة خليني أقول الو تي في يمكن من أول التليفزيونيات اللي كان أنا إلي فيها أطلالات قبل ما أكون وزير ويمكن من نشرة الأرمانية أكتر من غير شي بس يمكن يعطوني المجال الأكبر مساحة أكبر مساحة أكبر عبر عن نفسي واليوم بتشكر لأنه هذه حلقة سياحية سياسية شخصية هيك خليط من كل شيء وعلى المكشوف أنا أبدأ أشكر حضورك كتير وعلى أمل هالسياحة هالسنة يكون إليك فيها بصمة كبيرة إن شاء الله أنا أكيد منها إن شاء الله رح منكون عنا سياحة صيفية وعادة وأول عيني مثل مع أبور كل مرة إن شاء الله عطول الإيجابية موجودة عنا مشاهدين لهم بتكون انتهت حلقتنا منشوفكم أسبوع اللي جاي بنفس التوقيت ترجمة نانسي قنقر 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 شكرا